موسيقى واستوعب الفكرة ما تنفع الأحلام موسيقى استغفر الله العظيم بس حتى رمضان ما عدله حرمة ولا احترام التلفونات والنت خربت كل شيء حتى الحمى يدخلوا والتلفونات شغال معاهم الله يكشفه ما كشف الناس الله 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 ما للحارة كطافي وين الناس وين الجبائن خلنا الصيام يدوخ بهم صعموا ولا فطروا كل سوا لا صيامهم أجزء ولا فطرهم عيد لا 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 كذا يعني المسألة بين إمنا خلي لي حالي كان الواحد يقول يا رب ليش طولت عمري لا لا استغفر الله أهل عظيم أمان عليك أسفي أي شيء يحطال كله من الفكعة ساحقة النت وبرنامج التوك توك قذك التوك توك ملا ايش القصة خليني اكمل صومي وبعدها باكلمك مش تيش اخذق صومي واجرحه اصاص والله انه شكل الموضوع قوي هيا ناهي لك الان قوم يلا نروح نصلي عصر كذا المؤدن مستعجل الان ايش الموضوع ايش حصلي ناقي الكل يتكلم عليه حالة واتساب الحرم كلهين عن ناقي والبنت انا مش عارف مني هاد البنت اصلا هيا قسما بالله انا ناجي على حق لو انا مكانا كنت مدت يدي عليها وكسرت لقفها لا ما فيش راقل يمد يده على حرمة هو ذا الكلام اللي يزعل اهانة للنساء حتى وهم ما يشتوا يضربوها ما يمد يده مش احترام له لكن لانه عيب ونقص في حقه هيا بسري بنتيش يا هدايا هذه اخرة اللي تروح ندوات حقوق النسوة الله اني مبسوطة من بنتي ما عندها الشقن والفضل حق النسوان حتى ما سألش عن القصة حق ناقي والبنت همها بس حقوقي وبس كسرو حق وش انتي وبنتيش يا هدايا وكل النشاطات حتى في رمضا ما بطلتين دورات ما خربين البنات الا المنظمات حتى انتي يا خالة قديك مثل الخبراء هيرتاحي ماذا الحين قد بدأوا يضايقونه وما فيش ندوات الا وهم في به احسن حاجة قلنا لكم قد البنتي صيحين ويرفعن اصواتهن ابسر البنت الذي عملت مشكلة لناجي مسكين والله قده باغر من الدنيا هيا قدنا العصر وما عرفتوش ايش قصة ناجي استغفر الله حتى في المسجد ما فيش مصلي كنت احسب البقالة بس ما فيش زبعين مقاطعي للمسجد لنخل اماء ليش ناجي بضاعة امريكية ولا كيف شكلك مش عارف المصيبة اللي فعلها عيب يامني عيب يامني للكلام احنا داخل بيت الله لو كان يحترم بيت الله صد ما كان تحرش بالبنت اللهم اني صعب كله مشكل دك دك هذا ناس وزغة كلها عند رمضان ما فيش عرمة الشهر القريب هيا 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 نخرج من المسجد ونتكلم بعيدين استغفر الله العظيم واتوب إليك الكلام سهل استحاوا قدكم شيب وعدكم بتعكسوا بنات هيا حكي لنا يا ناجي ايش حكاية الضجة هذه ما يحتاج يتكلم كل شي موثق بالنت ادخلوا بتلاقوا الموضوع رايق ومنتشر عيوس في السبعين يتحرش فيه بنت في نهار رمضان شاهد قبل الحفظ يبني على الاقل حسن الفاضق شوية رمضان فيديو احبل انا شفته مش واضح واحدة صيح بكلم غير مفهوم شكلها بس الشي تعمل لها ضجة وتلاقي متابعي مع كل فصلنا لهذه الدرجات هذه الفضيحة قدي مصدر متابعين وشهرات فزيحة فيها فلوس تك تك هذا اكبر فزيحة لكن في فلوس هذا بنت حضرام زيرو هيا تكلم يا عمنادي اللهم اني صعب عليك المخرج وعليك الملجع لا عاد تقلدوها توبة وخشوع بدل ما تتقوى الله اخر اعماركم لقعتم تتحرشوا بالبنات انت والله واحد فاضح مشاكل بس تحب بعدين حقيقة الله يوريها كل الناس ناجي مسكين ما يقدر يتكلم الان وقت شغل بغالة افتح يا ناجي يا تمام افتح يا سمسم مش يا ناجي يا عمنادي ممكن تسمح لي اعمل بث مباشر وتوضح للناس اما كده والله بيستمروا في الكلام عليك لا نوضح ولا نزيد ننشر الفضائح على اخر عمري ازير اعمل بث وازيد انشار الهبالات الله كريم شفضحهم كلهم خلولي حالي انا انسان طالب الله بس على كثير الزباين طلب الله تطاروا كلهم شاروا البقالة الثانية صاحبها محترم مش مثلك حق حركشة اقلع من قدامي يا ايبليس كلهم من دحت راسك لا كنسة اوف 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 مية وخمسين الف مشاهدة بيوم هذا قد قنا قد بعض الناس ما يستروا يعيشوا إلا من الفضائح والوساخات على حساب الناس المحترمين راحمة قوي بالله لناجي ما شو حق هذه البهذلة ما لا للأسف ما فيش قانون عندنا يوقف هذه التفاهات هذه اسمها قرائم الكترونية مش تفاهات وبعد عمي ناقي غلطان لازم يرد انا حاولت معه لكن مش راضي لو البنت هذه معها حق كانت تصير تشتكي لكنها قليلة حياء انا حاسن مش واحدة هالبنت في انا اوه حركت العشاء بكله الله يحرقهم كلهم الذي خربوا حياتنا هيا ماذا الحين نبصر لنا فطر وعشاء من حق الجامع ابصرتي كيف اشتهرتي ساعة ما قلتلش الناس ما تحب الله الفضائح الان اصبحت نجمة الحالة اف 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 كل هذا يطلع منك يا هرا هذا ولد سباحة غطيه في عسابة معه اقيت مش معقول وحده كفل لقفك يا لا تخليني اغلط كل هذا البلو عادك ما تشتي تغلاط لا حب ولا ولا قوة الا بالله خربت الدنيا من تحت راسة التطور والنتابة حقا المهمة الان اني ناجي رجع زي ما عرفنا مفتهن مبتسم لقد كان خلاص جازه علينا ههههههههههي الناس في الحارة مربوشة محتارة في الوضع واختارة وانت تبيعوها مكنتنا هدرة صح صح ولو مرة واستوعب الفكرة ما تنفع الأحلام